أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية التي تمنعها الدولة لتطوير جميعي محور منظومة التعليم وخاصة العنصر البشري من خلال حسن الاختيار والتأهيل سواء الفني أو شخصية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والجدارة بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية التي يحصل عليها أبناء وبناء مصر في المدارس جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وشهد الاجتماع تنول عدد من محور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين حيث تم استعرض الجهود الجارية التي تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة لرفع مستوى وتطوير آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية